انشاء رجاء تصير جانالكو تايم برنامجنا فاتشلي فاتشلي وقناتنا إمبارا كون سارا هنكمل بقى حلقتنا عن الأفعال وهنتكلم النهاردة على اللاتيرسا كونيوجاتسيون المجموعة الثالثة إيرا الأفعال اللي بلاقي في نهايتها مقطع إيرا أنا خليتها في حالة الوحدة عشان هي بتنقسم في التصريف لمجموعتين يا إما مجموعة بتاخد نفس النهايات الأديمة مع الإيو أو مع التو إي لوي لي آي نوي إيامو فاي إي تيلورو أو نو وأنا قلت لكم اكتبوا التلات مجموعات الحلقة اللي فاتت عشان تلاحظوا الفرومة بينهم أو بتاخد إيس ك وبكتب كلمة إيس ك قدام النهايات دي فبقول مع الإيو إيس كو مع التو إيش شي وخلي بالكم نوت اتغير لكن الكتابة إي أس شي كونلا أو كونلا إي تمام؟ مع اللو يقول لي إيش شي نوي إيامو فاي إي تي خلي بالكم نوي فاي نون شا إيس ك مفيش إيس ك بحط النهاية عادي خالص مع اللو رو إيس كو نا زي الإيو في النطق إيس كو لورو إيس كو نا طيب هتقولولي إحنا مش فهمين حاجة أو إيه النهايات عادية ونهايات بإيس كو هعرف الفرق ما بينهم إزاي هقول لكم إن فيه شوية أفعال كده بياخدوا إيس كو بتصرف بالطريقة دي وأي فعل تاني عدي عليك خلي دي فولت بتاع دماغك على طول النهايات العادية دي تعال نشوف مثال عليه وبعدين نكمل يلا بي نشوف أمع بعض أول فعل عندي اللي هو أبريري أبريري بمعنى يفتح خلي بالكم الفعل ده بصرفه بالنهايات العادية خالص فبقول إيو أبرو تو أبري لوي لي أبري نوي أبريامو فوي أبريتي لورو أبرونو وأبريري يعني يفتح أما بقى المجموعة اللي بتتصرف بالإيس ك هي مجموعة أفعال بتاخد مقطع إيس ك زي مثلاً فيربه كابيري كابيري يعني يفهم إيو كابيسكو تو كابيشي لوي لي كابيشي نوي كابيامو فوي كابيتي لورو كابيسكو نو زي ما أنا ما عملت معاكم فعل كان عادي مع الإيري زي ما قلت أبريري وفعل تالي كان بياخد إيس ك زي لما قلت كبيري انتي قلت لنا من شوية أني في شوية أفعال بتاخد إيس ك إيه هي الأفعال دي بقى تعال نشوفهم مع بعض اكتبوهم عندكم بمعانيهم وبدأوا أنتو تعاملوا فيهم وصرفوهم بنفس الطريقة كلهم بياخدوا إيس ك ويذاكروهم كويس عشان لما يعدوا عليكم أو لما تحبوا تستخدموهم في الكلام تبقوا على طول بتحطوهم مقطع إيس كتلك يلا بينا نشوفهم مع بعض يلا بينا الأفعال دي أول حاجة عندي فيربو كابيري اللي احنا خدناه في المثال يعني يفهم كابيري فبقول إيو كابيسكو زي ما قلت توكابيشي وهكذا بصرف مقطع إيس ك بعد كده عندي بريفريري بريفريري يفضل لما بحب حاجة أكتر من الثانية بستخدم فيربو بريفريري يحتجب هذه علينا لمطع لهسبة أول القخصى هل سأسعدت عمر بريفريري يعني Bareق نصف الرفيد من يضع أول القشرة من العمل فيربا عندما تضع أول الحاجة نقوم بريفريري بريفريري ي簡 Mercury عندما تضع؟ يعني يفني معتركة يعني يغمع أو يوحد يوضح كما يوضح يوضح بعد كده يرسل وعندي كمان يوضح كل الأفعال دي هزرفها بشكل إسك اعملوه منتو ككمبيتو لو عندكو أي استفسار ياريت تسألوني وبكده نكون خلصنا الأفعال المنتظمة عندي بالثلاث مجموعات بتاعتهم انتظرونا في حلقة جديدة عشان نشوف مع بعض الأفعال غير المنتظمة أشوفكم على خير وما تنسوش أول مرة تشوف الفيديو اشترك في القناة فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وشير كتير لكل أصحابكم وأشوفكم على خير الحلقة الجاية تشاو تشاو